السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم عزائي الأطفال؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله أعزائي نبدأ درسنا لهذا اليوم المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي الوحدة الثامنة مناسبات موضوع الدرس الشجرة الحزينة سنتعلم اليوم الشجرة كائن حي وهي من مخلوقات الله الشجرة تحتاج إلى الرعاية والعناية لتنمو وتكبر نستفيد من الشجرة الظل والطعام والمسكن نزرع الأشجار ولا نقطعها وسنتعلم أيضا كيف ندخل البهجة والسرور في قلوب الآخرين والآن هيا نستمع إلى الدرس الشجرة الحزينة في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون وبينما كانت العصافير تطير فرحة لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي وقال لماذا تبكين في يوم العيد؟ وقالت الشجرة جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة فكر العصفور فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة العصفور أصدقاءه وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها فرحت الشجرة وقالت شكرا لك أيها العصفور اللطيف سأطرح بعض الأسئلة حول الدرس السؤال الأول أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ أحسنتم الجواب تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون لماذا كانت الشجرة تبكي؟ الجواب لأنها لا تستطيع الحركة كيف أعادت العصافير السعادة إلى الشجرة؟ أخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها الرابع ما الذي تعبر عنه هذه الحكاية؟ تعبر عن الحب والتعاون ومحاولة إدخال السرور في نفوس الآخرين الآن صديقي للبطل لغتي أقمل الجملة للكلمة المناسبة الكلمة الأولى يبكون الثانية يلعبون الجملة الأطفال في الحديقة ماذا كان يفعل الأطفال في الحديقة؟ أحسنتم الأطفال يلعبون في الحديقة تغرد تطير تتراقص الآن الجملة العصافير فوق أغصان الشجرة ماذا تفعل؟ تتراقص الجملة تصبح العصافير تتراقص فوق أغصان الشجرة أعزاء الأطفال قبل أن أودعكم أشكركم كثيرا لمتابعة الدروس وإنجاز الواجبات يا أبطال يا متفوقين ونبدأ بالبطل عبدالله الدوسري أحسنت يا بطل الأبطال حفظك الله والبطل زيد علام وفقك الله يا بطل يا مهذب والبطل عبدالعزيز السكران بارك الله فيك يا عبدالعزيز وجميلتي العنود المنيع حفظك الله صغيرتي وصغيرتي الجميلة يارا قباري لمعبدالكريم رعاك الله وحفظك وأيضا صغيرتي الجميلة جنق طمى حلوتي وصغيرتي جوهر الاعتاب رعاك الله وحفظك وإلى الأمام دائما يا جوهر وأيضا نور العنزي صديقة الجميلة المهذبة بارك الله فيك سلمت بيتي أحسنت يا حلوتي والآن أصدقاء الأطفال أحبكم كثيرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر